اشتركوا في القناة يعني ما زال رغم انه دار ريكور تاعه ودار زوج محاميين تاع السويسرا يبقى معرض للعقوبة الثانية وهي ران هدرنا عليها ونزيد ونقول لكم بتوع ما كاش معرض لانه دروك تكون العقوبة دولية قرية وداخلية محلية نقول لكم حتى النادي التاعه ما يجمشي بشي ترأسه ونزيد ونقول لكم فانيك بهلون فانيك راهم عاقب من الاتحاد الافريقي ديميل ديزنف في جونفي انه اللي لعبوا النساء في غانا كوب دافريك فانيك تعاقب وانيواجه خير الدين زدشي رئيس الاتحادية الجزائرية للكونة القادمة الجزائرية امكانية تعرضه لعقوبة جديدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب خطأ في التعامل مع استمارة الترشحي للعضوية المكتب التنفيذي للفيفا وعدم تبليغ عن العقوبات التي سلطت عليه قريا وحسب المادة 17 من قانون العقوبات للفيفا فان اي شخص تابع لهذه الهيئة تلقي عقوبة داخلية او عقوبة من طرف الاتحاد القاري التابع لها واجب عليه تبليغ عنها كتابيا لدى الامانة العامة او لدى لجنة الاخلاقيات التابعان للاتحاد الدولي واي تقسير في الاداء الواجب تبليغ يكلف غرامة مالية قدرها 10 الاف فارنك شويسري مع اقصائه من الممارسة اي ناشاط غياذي لمدة سنتين مثل ما جاء في نفس المادة احنا هذاك عادل طارق هذاك عادل طارق قادري ولو ما كسمه هذاك علش وكا يخدم مراسل في الصحابة الفيفا علش ما ينجب شراخ الهنية الكل كانوا ضايرين خاتنا عرفوا باللي قراها امي العام قراها منسق قراها قاع ما ينجبوش يقولولو لا ارجع ما نكذبوش هاد يقولولو ارجع هيا لو اراهي يا ادرا فيها ولا ما فيهاش والسكريتار تعال الاتحادية الافريقية هو ولي بيك ما تقولو خيانة منا من الجزائر ما ولو انا راني نعطيك شتاكاين الرسمي راني نعطيك الرسمي ليدر هالك ماشي دارك درتها نروحك وكتبت نورمال كانت غادي جي نورمال انتا قارعولك باش الدين مادر شي سفط هو اللي ارسل ميلف باللي معاقب وانتو ما معروفين الناس اللي معاك معروفين شوف نقولك حاجة ذات شي انا بيقولها لك وقلتها لك انها اللي درته تصريحات قلت لك عندنا فايدة في هذه المعايرة حمد احمد وهذه تعال الكلمة تعياجي بالتغيير في افريقيا وعم الفاسد في افريقيا وكلاش قلت لك هذا الهدرا هاي غادي تنفعك الى تنفعك ما عليش قلت لتبلغ لي تجيب الهم لروحك قلت لك كنا حاسين بها وخرجت صح وبما ان خير الدين زاتي لم يبلغ الهيئة المختصة لدى الفيفا بالعقوبات الاقصاء لمدة ست اشهر التي تعرض لها في الجزائر سنة 2016 عندما كان رئيس للنادي بارادو ولم يبلغها ايضا بالعقوبة الاقصاء لعامين التي سلطت عليه في سلطت عليه في 2018 انا راني فرحان الناس اللي كانت تتكذب فيها خاصة هذه تعال عقوبة تعامين اللي كنا نهضر عليها والناس اللي كانت تتكذب فينا راني فرحان مزيعة قلت لكم باللي يجي وقتها وتكذبونا وتعودوا تقولوا رغم انكم تقولوا باللي يهدرها بصع ما تحضروا هاش انتوا باعوا ما خاصنيش تحضروها قللي الشعب انا جبتها للشعب الصحافة والاتحادية شكا ندس عليكم انا جبتها للشعب يطوي عرب ما جبتاش لذلك الغيات باش يجي يكذبني ينا فيها احكي الفيديونا اللي يكذبني ما جبتها لكش انا جبتها للشعب باش يعرف شكا من طرف اللجنة الانذيباط التابعة للاتحاد الافريقي بعد شجار مع امين العام احمد فهمي عمر فهمي فان المسؤول الاول في الفاف معرض للعقوبة المنصوص عليهم في المادة 17 من قانون العقوبات لدى الفيفا وبالتالي فان الطعن الذي سيقدمه زد قرار الغاء الترشحي سيرفض وبذلك سيخسر فرصة تواجد ضمن المكتب التنفيذي لاتحاد الدولي كما يحرم من ترشح للعهدة الثانية على رأس الفاف التي ستعتقد ستعتقد ونقوله غادي تندير جمعيتها انتخابية في مارس وبين مارس وبين فا مارس حتى الكنز افريل يعني من الكنز مارس من فا مارس حتى الكنز افريل ما هذول هي هذول ذلك الأيام يحدوا فيها وينتا وهذا وينشر موقع الفاف يعني شو باش نقولكم ما هذول أيام عقلوا ليش نقولكم غادي ديروا لجنة تسير البطولة الجزائرية هذو غادي قاي واخرو دي جا أمي العام حتى الاستقالات وهذو غادي قاي واخرو وغادي ديروا لجنة تسير لجنة مكلفة بالانتخابات إياه اللي غادي تسير هذول الاتحادية هذول أيام هذه تيجي الانتخابات أيوة راني أعطيتكم هذه المعلومة هذه كانت عندي وانسيت باش نقولها لكم ما كاش لي عندها راني قلتها لكم وهذا وينشر موقع الفاف فيديو قاسر لزدشي يوضح فيه للرأي العام الجزائري بلسان فرنسي سبب رفض ترسحه بحيث قال أن لجنة المراقبة لدى الفيفا أبلغته في مرسلتها الأخيرة أنها ألغت ميلف بسبب عدم تبليغ عن العقوبات التي تعرض لها داخليا وخارجيا ولم يوضح زدشي في تصريحاته ما إذ كان قد أجاب عن السؤال خاصين بالتعرض للعقوبة عندما ملأ الاستمارة الترسح أم لا فإن كان قد رد فإن ذلك سيعتبر تصريح كاذب وإن كان قد ترك المكان الإجابة فارغ فقد يعتبر ذلك محاولة مراوغة تتم عن جهلها ومستشارها في مبنى دال إبراهيم للقوانين الفيفا التي لا تتسامح مع أي قضية وبخصوص ذلك فإن ذلك في الفيديو تضح الذي نشره أنه ملأ الاستمارة الترسح للعضوية الفيفا بنية سادقة وكأنه يقول للرأي العام أنه لم يفكر في تحايل أو إخفاء العقوبات التي تعرض لها في السابق على الفيفا ويشير إلى أن المكتب الفيدرالي الحالي أخفق ثلاث مرات في السباق دخول الهيئات الكراوية الكبرى الأولى أول إخفاق كان في ديسومب 2018 عندما أرسل الملعب للميلف نائب الأول السابق باشير والدزميلي إلى الأمان العام للإتحاد الإفريقي بعد انتهاء أجل إداء ميلف ليكون مقعد ممثل للشمال إفريقيا في المكتب التنفيذي من نصيب الليبي أنور اسمه أنور والإخفاق الثاني كان في جوليا 2016 عندما خسر عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي الحالي السابق دخول المكتب التنفيذي لكاف أمام الليبي عبد الرحيم قبل أن تختتم سلسلة إخفاقات والمهازل والفضائح برفض ميلف رئيس خير الدين في الترشح للعضوية المكتب التنفيذي للفيفا يعني تسو كيفاش وين وصلنا كل واحد يشوف لي إدارة تحمل المسؤولية وسعيك خاش بعد ما ضغطت وين خرجت وزارة شبيب ورياضة حضرتك لك رانا معك الديبلوميسيات حركة هودت هودت الجنوب إفريقيا راحوا الكاميرون راحوا البرتوانا راحوا من راحوا من داروا يعني باش يلموا لك ألافة هما يبنوا لك في قبرك وانت هارب لهم بالفاس شو درويك خرجت مل عندك انت يا خرجت مل عندك كل واحد يتحمل المسؤولية تاح الليدير يخلص هذه اللي نعرفها ليه داري خلص احنا الشعب الجزائري انا واحد كمواطن جزائري ونطلب التغيير الجدري الصجر اللي عوجك تعالها والديها عادية